نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن عرضا توضيحيا صلت فيه الضوء على وثيقة تأمين رعاية المسافر وذلك ضمن جهود الدولة لمد ما ظلت الحماية التأمينية لأبنائها في كل مكان وأوضح التقرير أن هذه الوثيقة التأمينية تم إصدارها لكل جواز صفر مصرية بهدف توفير تغطية تأمينية لأبناء الوطن ضد الأخطار المختلفة والتي قد يتعرضون لها خلال 90 يوما من صفرهم للخارج بهود متواصلة تبذلها الدولة لرعاية ودعم وحماية مواطنيها في الخارج تحت مظلة من الحماية التأمينية في هذا الإطار يأتي إطلاق مصر وثيقة تأمين رعاية المسافر وهي مظلة تأمينية شاملة ضد المخاطر المختلفة المحتملة التي قد يتعرض لها المسافر الوثيقة التأمينية يتم إصدارها لكل جواز سفر مصري بهدف توفير تغطية تأمينية لأبناء الوطن ضد الأخطار المختلفة التي قد يتعرضون لها خلال 90 يوما من سفرهم للخارج وتتضمن مستهدفات الوثيقة تغطية تكاليف النقل أو إعادة المؤمن عليه إلى محل الإقامة وذلك في حالة المرض أو وقوع حادث فضلا عن تغطية الأمراض الطارئة وعلاج فيروس كورونا وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن تكلفة 3.500.000 وثيقة تأمينية متوقع إصدارها تقدر بنحو مليار جنيه وذلك في إطار توفير الحماية التأمينية لـ 23 مليون مصري مسافر للخارج وأكد المركز أن رسوم استخراج الوثيقة التأمينية تتمثل في 300 جنيه قيمة قصة الوثيقة عند استخراج جواز سفر جديد أو عند تجديدة جهود حثيثة إذن تبذلها الدولة لخلق حياة كريمة للمصريين ليس فقط داخل مصر وإنما خارج حدود الوطن لتوفير المساعدة الفورية لهم حال تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ ترجمة نانسي قنقر